السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 18 من الشابط الرقم 8 نتكلم على الجري كاستاير الجري كاستاير is one of the most widely used casting and typically contain between 2.5% ل4% كربون and between 1% و3% سيليكون الجري كاستاير واحد من أكثر أنواع الكاستاير استخداما وشيوعا نسبة الكربون فيه من 2.5% ل4% ونسبة السيليكون فيه من 1% ل3% سيليكون With proper control of carbon and silicon content and the cooling rate the formation of iron carbide during solidification is super pressed interlay and graphite precipitated directly from the melt as a regular generally elongated and curved flex in an iron matrix saturated with carbon يعني بالتحكم في نسبة الكربون والسيليكون ومعدل التبريد فإن the formation of carbide بأثناء عملية solidification بيديني graphite والgraphite بيحصل له تنظيم زي ما احنا شايفين كده حتى على شكل flex أو على شكل ايه شرايح فيه matrix من ايه مع الكربون تمام؟ طب فيه matrix من الاين saturated with carbon احنا شايفين حتى شكل ايه الفلكس زي ما احنا شايفين وهذه الفلكس شو ببقى شكلها تحت الميكروسكوب او اغلب شكلها بيبقى graphite او الكربون فيه على شكل graphite وبالتالي هو من يعطيه الشكل اللي هو على شكل ايه شكل رمادي عشان كده يسمي grey cast iron